اشتركوا في القناة ولكن ليس يسمعه جاوزتي في لومه حداً أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه فاستعمل الرفقة في تأنيبه بدلاً من لومه فهو مضن القلب موجعه يكفيه من لوعة التفنيد أن له من النوى كل يوم ما يروعه ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالعزم يزمعه كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه أعزاء المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم تأملات أدبية ابن زريق البغدادي أبو الحسن علي ابن زريق الكاتب البغدادي شاعر قتله طموحه يعرفه دارثو الأدب ومحبوه لكنهم لا يعرفون له غير هذا الأثر الشعري الفريد يتناقله الرواه وتعنى به الدواوين الشعرية ودعته وبيودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحاً وأدمعي مستهلات وأدمعه كلما قرأنا هذه العينية تملكتنا أحاسيس الفراق والألم والوجع وهذه العينية الموسومة بيتيمة ابن زريق إذا ما تساءلنا عن هذا الشاعر وعن سائر شعره فلن نظفر من بين ثنايا الصفحات بغير بضعة سطور تحكي لنا مأساة هذا الشاعر العباسي الذي ارتحل عن موطنه الأصلي في بغداد قاصداً بلاد الأندلس علّه يجد فيها لين العيش وسعة الرزق ما يعوضه عن فقره ويترك الشاعر في بغداد زوجة يحبها وتحبه ذلك الحب الذي تسبب بهذا المنفى وبهذا الرحيل كان الشاعر ابن زريق محباً لزوجته وكانت تحبه كل الحب ويخلص لها وتخلص له كل الإخلاص من أجلها يسافر ويهاجر ويغترب وفي الأندلس يجاهد الشاعر ويكافح من أجل تحقيق الحلم لكن التوفيق لا يصاحبه بهذه المرة والحظ لا يبتسم له أيضاً يمرض تشتد به العلة ثم تكون نهايته في الغربة عرف ابن زريق بقصيدته الوحيدة المشهورة بلا تعذليه فإن العدل يولعه أحب ابنة عم له حباً عميقاً وتزوج بها ولشدة فقره فضل الإغتراب ومغادرة بغداد قاصداً للأندلس ولكن صاحبته تشبثت به ودعته إلى البقاء بقربها خوفاً عليه من الأخطار فلم ينصت لها رزقت ملكاً فلم أحسن سياسته وكل من لا يسوس الملكة يخلعه ومن غدا لابساً ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه أستودع الله في بغداد لي قمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه ذكر ابن السمعاني أن ابن زريق البغدادي قصد الأمير أبا الخيبر أبا عبد الرحمن الأندلسي ومدحه بقصيدة بليغة وتقرب إليه بنسبه فأراد أبو عبد الرحمن أن يبلوه ويختبره فأعطاه شيئاً نزراً أي شيئاً قليلاً فقال البغدادي إنا لله وإنا إليه راجعون سلكت البرار والغفار والمهامها والبحار إلى هذا الرجل فأعطاني هذا العطاء النزر فانكسر قلبه وبعد أن عاد إلى الخان الذي نزل به تذكر ثراقه لزوجته وما تحمله من مشاق ومتاعب من أجلها فاعتلت صحته وأصابه الغم واشتد به المرض حتى لفظ أنفاسه شغل عنه الأمير الأندلسي أياماً وقد كان أراد اختباره بهذا العطاء الهزيل فسأل عنه ليجزل له العطاء هذه المرة وأرسل من يطلبه فانتهى إلى الخان الذي هو فيه وسأل عنه فقيل له إنه كان في هذا النزل ولم يبصره أحد منذ الأمس فصعد إليه فإذا هو ميت وعند رأسه رقعة مكتوبة بها هذه القصيدة والتي لا يعرف له في ديوان الشعر العربي سواها وهي أشهر قصيدة في اللوعة والاغتراب ومن القصائد المشهورة التي سار كثير من أبياتها على أسنة الناس مسر الأمثال أعلى الليالي التي أضنت بفرقتنا جثمي ستجمعني يوما وتجمعه وإن تنل أحدا منا منيته فما الذي بقضاء الله يصنعه يصنعه بين العامي والفصيح نجد ما يتقاطع ويلتقي في المفردات بزر تستخدم هذه الكلمة بعامياتنا بمعنى الولد الصغير سواء كان ابنا أو بنتا وقد ورد في معجم تهذيب اللغة للأزهري أنها فصيحة وقد قالت العرب قديما ما أكثر بزره أي ولدها أطش والرش تقال كثيرا في يومياتنا للترحيب في الضيف خاصة وهي في اللغة أيضا أطش بمعنى المطر والرش هو أول المطر وهو استخدام فصيح على التشبيه بالمطر والرشاش هو المطر الخفيف وهذا ما جاء في لسان العرب لابن منبور في اللغة العربية في هذا البحر العميق الكثير من العجائب ومما يجعلك تفكر كثيرا في هذا المعنى أو في هذه المفردة من مترادفات ومتناقضات ومفارقات نقول عقد الزهر أي تضامت أجزاؤه فصار ثمرا ونقول عقد الحبل ونحوه أي جعل فيه عقده وجعل منه عروة وأدخل أحد طرفيه فيها وشده عكس حله ونقول ونقول عقد الزواج أو عقد البيع ونحوهما أي أجراه وأتمه ونقول أيضا عقد اجتماعا أي اجتمع مع غيره في مكان ما وبحث معهم موضوعا ما ونقول عقد العزم أو النية أي عزم ونوى وقصد ونقول عقد الأمل أو الآمال على أمر ما أي رجاه وتمناه ونقول عقد الخوف لسانه أي أسكته أفقده القدرة على النطق ونقول معقود اللسان أي عاجز عن الكلام أو مرتبك في كلامه بسبب الخجل نقول عقدوا عدة مباحثات بينهم أي تباحثوا ونقول عقد العهد أو اليمين أي أكده وأحكمه لقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم نقول عقد ناصيته أي غضب وتهيأ للشر وعقد اتفاقا أي أنجز واتفق وأنضى وعقد قلبه على شيء أي لزمه وعكف عليه وعقد له على الجيش أي رأسه عليه وعقد له الرئاسة في قومه أي جعلها له وعقد ما بين حاجبيه أي عبس وقطب ونقول عقد اللبن أي جمد وثخن ونقول عقد الفناء بالجس أي ألصقه به ونقول ونقول عقد التاج فوق رأسه أي عصبه به وعقد لفلان على البلد أي وله عليه موسيقى في الصيف ضيعت اللبن هذا مثل من الأمثال الشهيرة عند العرض وأصله أن امرأة كانت تعيش مع رجل مع رجل ميسور الحال لكنه كبير في السن فاختلفت معه وتطلقت منه وكان طلاقها منه في موسم اللبن تزوجت بشاب فتي لكنه كان ضيق الحال ولما جاء الصيف وأرادت اللبن لم تجده إلا عند زوجها الأول لذا أرسلت تطلب اللبن منه فأجابها في الصيف ضيعت اللبن ويستخدم هذا المثل للإشارة عن التسرع باتخاذ القرار والتخلي عن النعمة ثم البحث عنها بعد فوات الأوان ذكر الأندلسي في العقد الفريد فيما جاء عن المواعظ والزهد أن الحجاجة ابن يوسف الثقافي ذات يوم أصحر وحضر غداءه فقال اطلبوا من يأكل معنا فطلبوا فلم يجدوا إلا أعرابيا فأتوا به قال له هلم قال له الأعرابي قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته قال الحجاج ومن هو قال الله دعاني إلى الصيام فأنا صائم قال صوم في مثل هذا اليوم على حر قال صمت ليوم هو أحر منه قال فأفطر اليوم وتصوم غدا قال ويضمن لي الأمير أن أعيش إلى غد قال ليس لي ذلك قال فكيف تسألني عاجلا بآجل ليس إليه سبيل قال إنه طعام طيب قال والله ما طيبه خبازك ولا طباخك ولكن طيبته العافية قال الحجاج تالله ما رأيت يوما كاليوم أخرجوه عني وحكى العسكري في كتاب التصحيف أنه قيل لرجل ما فعل أبوك بحماره يا جلكم الله فقال باعه فقيل له لما قلت باعه قال فلما قلت أنت بحماره قال رجل أنا جررته بالباع فرد عليه بقوله فلما تجر باعك وباعي لا تجر قولنا قولنا ينبغي علينا أن نفعل كذا هو قول خاطئ والصواب ينبغي لنا أن نفعل كذا قال تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نقول أحيانا لا يخفاكم وهي عبارة خاطئة الصواب أن نقول لا يخفى عليكم وذلك لأن الفعل خفية لا يتعدى بنفسه نقول في حياتنا اليومية اعتذر منه وهذه عبارة خاطئة وهي خطأ شائع اكضا الصواب أن نقول اعتذر إليه ذلك لأن الاعتذار يكون من المذنب إلى المذنب إليه إلى هنا أعزاء المشاهدين نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة آملين أن تكونوا قد استمتعتم في هذا الإبحار في هذه المواضع من اللغة العربية ومن عجائبها الفريدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر